تشارك وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة في مدينة نيروبي بكينيا بحضور ممثلين عن 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة للاتفاق على سياسات لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحا في العالم وأوضحت الوزيرة أن الاجتماعات تناقش مدى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لافتة إلى أن مصر ساهمت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر في إعداد مسودة خارطة طريق لما بعد 2020